اشتركوا في القناة شكراً 365 يوم سعادة وأخيراً عبد الموتى وفرح ليلة عم بحكي مشاهدينا عن الممثل المصري الشاب شادي خلف شادي كيفاك نورت الستوديو وإن شاء الله دايماً أنا اللي بحبه بقول إن شاء الله ما تكون الأخيرة المرة الأخيرة لا إن شاء الله ما تكونش الأخيرة وأنا بشكرك وبشكر كل العاملين بقناة الحر شادي عندما كنت عم حضر للحلقة العنوين العريضة كلهم على المواقع بالإنترنت عم تحكي عن الكف اللي أكلته واللي قاعدك بالبيت بيكواليس فرح ليلة خبرنا شو القصة هيك بمختصر وبعدك موجوع ولا خلاص مش الحال لا خلاص خفيتم حمده نجاح المسلسل وعاك نجاح المسلسل ودى الوجع لما فيه شو كان مشهد في المسلسل بيني وبين الأستاذ عبد الرحمن أبو ظهرة وأنا كنت مصر أن الألم يبقى حقيقة حقيقة وأنا ندمان على الإصرار ده ندمت على الإصرار ده لأن الأستاذ عبد الرحمن ماشاء الله إيده يعني كبيرة وبتوجع كتير فأخذت ألم يعني أنا بكيت على طول أول أخذت الألم ويدني قاعدت تصفر يومين وعادي الحياة أنت ويا رواء وما في شيء لا لا ما فيش حاجة رواء تخض بس يا عيني بس هي غلطتك أنا بتقول كمان عندما كنت عم هيك عم بقرأ عنك بتقول أنه رفضت بطولة سينمائية لأنا كنت مراهن على مسلسل فرح ليلة بالوقت اللي كنت أنت عم تصور في المسلسل جاك عرض فيلم سينمائي رفضته لا تركز عن مسلسل رهنت وكنت كمان بتقول أنه هالمسلسل رح يكون نقلة نوعية بحياتك المهنية الفنية قدي هذا الشي صار قدي أنت اليوم بتقول فرح ليلة هو عن جد نقلة نوعية بيه بحياتك المهنية دي راضي عن دورك نادر فيه وردود الأفعال كمان على دورك والله يبصي عادتا ما بخلص دور ما ببقاش راضي عنه وخالص يعني تمام بقعد دايما أركز وأتفرج وأشوف إيه اللي كان ناقص وإيه اللي كان مفروض يتعامل بس رد الفعل في الشارع كان بالنسبة لي كان كويس يعني كانت حاجة مطمئنة يعني طبعا الناس كانت وعد مني موقف رهيب عشان نادر شخصية انتهازية جدا واستغل الظروف وضحك على بنت اللي هي أخت ليلة عائلة في المسلسل بس بنسبة كبيرة أنا الحمد لله راضي كنت خايف من قدق هذا الدور أنه فنان تشكيلي انتهازي لحق يمكن ترك الحب وفتش يمكن على البنت اللي عنده أكتر مصاري بتفيده أكتر كنت خايف أنت من هذا الدور أمام الجمهور ولا موجود هذا الإنسان لا أولا أنا عملت ده قبل كده فهما متعودين يشوفوني بالشكل الزبالة ده فما كنتش خايف يعني أنا قريدي عملته وتاني حاجة لا الناس اللي موجودين وسطين أو عايشين يعني بس هي الشطارة في الكتابة وفي التمثيل اللي تقدمي ده بالأعذار بتاعته بحيث اللي بتفرج يقدر يقدر الموقف أو حتى يعني طبعا لو نجحت أنه يتعاطف معاه أصلا فهو ده النجاح بالنسبة لي اليوم إذا رجعنا لو وراء ونعرض عليك فيلم سينمائي بطولة فيلم سينمائي عندما كنت عم تسجل أو تتصور فرح ليلك كمان كنت بترفض الفيلم ده تاني كده يعني لو رجعنا لو وراء وكنت عم تصور أنت فرح ليلك وانت عارف اليوم النتيجة طبعا المسلسل كنت كمان رفضت الفيلم لا أنا كده كده كنت حرفت الفيلم صراحة برضو يعني أن الفيلم ما كانش على المستوى الفني اللي أنا كنت متوقعه يعني فحسيت أنه هو ما فيش داعي لأنا أغامر وركز في حاجة مهمة فهم سببين للرفض يعني أن الفيلم كان شوية فيلم أولاد وكنت عايزة أركز أكتر على المسلسل فرح ليلك طيب عادة يعني أنا بلتقي بفنانات بيقولوا لي أنه أو بنحكي أنه ملامحهم البريقة المستلمة حصرتهم بأدوار البنت الهيدية البعيدة عن الشر الحالمة اليوم أنت ملامحك آسيا اليوم ملامحك حصرتك بأدوار الشب البلطجة نعم تحقيق؟ اليوم شو عم تعمل لتحاول هيك ببالك بطمرد بطمرد على الآلب دوت اللي بحطيت فيه بحاول أدور على أدوار مختلفة بحاول لأنا أقدم نفسي بشكل بقول للمخرجين والكتاب يا جماعة أنا عندي أماشة تانية ممكن تتفصل أعطوكم آه بالضوط مش طول وقت بدلة صودة لأ ممكن تعمل أشكال أخرى وألوان أخرى عملت كوميدي في 352 يوم سا عدة عملت دعاية إسلامي في السلاسة يشتغلونها وأخيرا فرح ليلة برضو يعني حاجة مختلفة شوية عشان أنا عايز أجرب نفسي في حاجات مختلفة عشان أقدر أشوف أنا عندي إيه أصلا ومعنديش إيه والحاجة التانية لأنا أخرج بالقالب دا لأن أنا لو اتحبست فيه حنتهي صحيح ممكن عبدو موتا كنت بلطجة بآخر فيلم لأك سينما ممكن نشوفك بلطجة مرة تانية لأ مستحيل مستحيل هنشتق للبلطجية طوبة بطلت بلطجة خلاص ذكرت 365 يوم سا عدة هيدا الفيلم المخرج اللبناني سعيد ماروق قال أنه رح يكون فيه ممثل كوميدي جديد وبنافس بقوة على الصحة الفنية أنت بتشوف حلق ممثل كوميدي شادي وشو شايف فيك سعيد الماروق الغير ما شايفه لا أنا شايف لأنا مش ممثل كوميدي لا بالعكس يعني أنا حسيت دم تقيل شوية في الفيلم يعني بصراحة بس أنا مفروض يعني كممثل لألعب أي حاجة مش مفروض ألعب كوميديا بس وزي ما قلتلك قبل ما نبتدي أن الكوميديا ما هيش الكوميديا برضو جزء من الحياة و جزء من الفن لما بتتقدم بشكل كامل بيبقى عمل محترم فالمكياس بتاعي مش كوميدي ولا حاجة تضحك المكياس بتاعي أنه يبقى عمل فني جيد عمل فني مكتمل ما حبيت حالة في الفيلم 365 يوم سعادة حبيت لا بنسبة كبيرة آه حبيت الشخصية كانت مكتوبة حلوة يعني كانت شخصية الزوج الضعيف وأنت زدت عليها كمان أنا إيه؟ زدت عليها يعني إيه؟ يعني أضفت إلى آه أكيد طبعا أضفت وشغل واشتغلت مع سعيد عليها أنه يطلع برضو إنسان بجد خايف من مراته مش إنسان عايز يدحك الناس فأنا أعزي فيمكن هو ده اللي يدحك يعني فدي حاجة مهمة تعلمتها يعني حلو ممكن نشوفك بأعمال كوميدية أو أه ممكن جدا طبعا لو عمل كويس ومكتمل للأركان حاشتغله طبعا بدي انتقل أنا وياك للأردن وفيلم سينمائي أردني لما ضحكت الموناليزا شو أخذك على السينما الأردنية والفيلم شارك بأكتر من مهرجان شارك مهرجان دبيب 2012 وشارك بمهرجان مهران بال2013 ممكن يشارك بعض بمهرجانات على حد علمك وشو اللي بميز الفين شو أخذك عليه والله مش عارف أنا ما كنتش متوقع أبدا أشتغل في السينما الأردنية بصراحة كنت جاهل تماما عن السينما الأردنية لغاية لما في يوم الأيام فتحت ميل لقيت ولد اسمه فادي جورج حداد بعيت لي سكريبتو بتاع الفيلم قريت لي سكريبتو كنت مبهور بصراحة من مستوى فتشديت فكلمته وقال لي طيب تعالى نقرأ ونجرب فروحت فاكتشفت أن في ناس في منتهى الاحتراف اللي في الدنيا منظمين جدا طاقة شغلة رهيبة مع أني ميزانية الفيلم كانت بسيطة يعني ما كانتش ميزانية عظيمة اشتغلنا كلنا وطلعنا فيلم حلو يعني كانت الروح دي هو الفيلم اسمه لما دحكت الموناليزة يعني هو التيمة بتاعته أن واحدة مش بتعرف تضحك وبتحب واحد بيدحكها اللي هو أنت اللي هو أنا مفروض يعني تخيالي بقى وده مدخل رائع لكل المشاكل لأن فادي متكلم عن مشاكل المجتمع الأردني عن طريق ضحك حالا لأن انت عارفة جورج بيرنود شو قالك عايزة تقولي لحد الحقيقة ضحكيه لأول وإلا حققتلك حالة كتير طيب بمختصر بدي أعرف منك شو توقعاتك للسحة الفنية بها السنة الجديدة قد أنت متفائل سينما ولا تلفزيون سينما تلفزيون مسرح لا ما فيش مسرح عشان نبقى متفقين مسرح مات سينما أعتقد أنه هناك فترة كويسة جاية هنمر بنتعيشة سينماية قادمة تلفزيون فيه أعمال كتير جاية تقدمت السنة لفاتت في رمضان مؤعطاء قد السنة الجاية هيبقى المنافسة أكبر وده هيبقى صالحنا كلنا لأنه فيه ناس جديدة يدخلين الساحة فلا أنا متفائل كتير شادي بدي أتشكر وجودك معنا بس اليوم على الحرة وقتنا انتهى هتكون ضيف عزيز دايما من اليوم والسنوات القادمة شكرا لك ربنا خديد موشح